وصلت المفاوضات بين المركز والإقليم بشأن آلية تصدير نفط كردستان إلى صيغة توافقية معينة والتي نصت بحسب مصادر مقربة على تأسيس شركة داخل كردستان بإشراف اتحادي أشواطنا طاولة تقطعها وفود التفاوض بين المركز والإقليم في حل حالة القضايا العالقة والتي قد يكون في مقدمتها قانون النفط والغاز اذ تعلن المصادر الحكومية الوصول إلى صيغ توافقية بين الطرفين بشأن إخضاء عملية تصدير نفط كردستان إلى شركات يكون الإشراف فيها للحكومة الاتحادية إقليم كردستان يريد أن ينشئ الشركة خاصة بإقليم كردستان لموضوع النفط ترتبط بسومه الحكومة الاتحادية تريد أن تكون هناك شركة موحدة ترتبط الشركات التي في إقليم كردستان ترتبط معها بالتالي هذه المناقشات وهذه الحوارات التي حصلت منذ يومين ما هو في إقليم كردستان هو ممكن أن يطفي إلى أن هناك حلول قادمة بالأفق من أجل الانتعاد عن المشاكل التي قد تحصل في هذا الموضوع ومع ما وصل إليه مشوار التفاوض تراقوة سياسية في بغداد ضرورة إلزام حكومة الإقليم بتنفيذ تعهداتها مع السلطة الاتحادية والاحتكام إلى النصوص الدستورية والقانونية في نيل الحقوق ومعادلة تراعي توازن جميع المحافظات كوناربيل تنصلت في مناسبات عديدة ماضية عن الإفاء بما قطعته مع الحكومة المركزية وجود وفد من الإقليم في بغداد للتناقش حول هذا الموضوع أنا أتوقع إذا كان هناك نية حقيقية من الإقليم بإنهاء هذا الملف العالق منذ سنوات طويلة أن تكون لديه حققة نواية حقيقية لحل هذه المشكلة والمضي قدما بالمازنة وإقرار قانون النفط والغاز الذي يضمن حقوق الطرفين وبدون أن تكون هناك حققة غبن في هذا الموضوع وتمثل صيغة المتفق عليها بين المركز والإقليم بشأن آلية تصدير النفط برؤيتين إحدى هما تأسيس شركة داخل كردستان بإشراف اتحادي والأخرى توسعة نطاق عمل شركة نفط الشمال والتصدير من خلالها وستدخل القوى السياسية في مشوار مفوضات جديد حال وصول مشروع الموازنة المالية إلى البرلمان ولا سيما فيما يتعلق بين المركز والإقليم مصطفى الوشأ الرابع بغداد مصطفى الوشأ feux ، تبحث عن Louvre حيب ومفوووات الحيب